تحذير هام الحلقة دي ممكن يبقى فيها شوية حرق بحرية لأحداث انبريكبل وسبلت فلو حد من حضراتكم ما شافش الفيلمين ياريت يقولي في التعليقات هو كان بيعمل ايه في عمره بالزبط وانا حشك اللجنة واقرر اذا كان اللي كان بيعمله ده اهم من الفيلمين ولا لا احداث فيلم جلاس بتدور بعد مرور 3 اسابيع على احداث فيلم سبلت و19 سنة على احداث انبريكبل بنبتدي مع ديفيد دون اللي بقى بيحارب الجريمة باستخدام قدراته وبمساعدة ابنه جوزف هدفهم دلوقتي هو ذا هورد بعد ما سهموا عن جريمه في نهاية فيلم سبلت وبيوصلوا له فعلا ودون بيواجهوا عشان اللي كنين يتقبض عليهم وبيتم احتجازهم في نفس مصحة الامراض العقلية اللي إلايجا بريس او ميستر جلاس محجوز فيها من ساعة احداث فيلم امريكبل والتلاتة بتجمعهم جلسات مع دكتور إيلي ستيبل بتحاول تقنعهم فيها انهم مش ابطال خارقين وان كل قدرة من القدرات اللي اظهروها ليها تفسير علمي فهل ابطالنا حيفقدوا الايمان في هويتهم؟ ده اللي احداث الفيلم بتكشفوا عادة وانا بحكي مقدمة اي فيلم بحاول احتفظ بنبرة حماس او حيادي على الاقل حتى لو كنت كرهه وده لاني مقتنع ان اي فيلم في الدنيا يمكن تجريده لفكرة واعدة حتى لو تم افسادها اثناء التنفيذ بس يمكن دي اول مرة التنفيذ يوصلني لاني اشك فيما اذا كانت الفكرة كويسة من الاساس يعني انا متأكد اني حبيت الفكرة لما شفتها في التريلر سؤال فلسفي وتاريخ طويل ورا تلات شخصيات غنية جدا فرص كتير في ايد مخرج اثبت قبل كده انه عنده قدرات كويسة ولسه خارج من نجاح مبهر ازاي تتقدم بالسطحية والسذاجة دي احد الاجابات ممكن تكون السباق اللاهث وراء لحظة ذروة متميزة وده بيحصل كتير ولسه حاصل قريب في افلام زي انفينيتي وور او ريت سبارو او حتى حرب كرموز صنع افلام بيبقى عارف انه عنده لحظة قرب النهاية لامعة قوي لدرجة انها بتعميه فبيقفز فوق الدراما وفوق العواطف وفي بعض الاحيان فوق المنطق شخصيا عشان يوصل لها لانه عارف انها حترضي المشاهد وحتكفقه هو شخصيا بس في حالتنا دي القفازات لا يمكن غفرانها والذروة نفسها مليانة زروطة للامانة الفيلم ابتدى كويس جدا وكان من الرائع ان احنا نتعرف على ديفيد دان مرة اخرى ونعرف ان حياته كانت مليانة لحظات سعيدة ولحظات تعيسة خطوات ظهور دلتالية كانت مفهومة وسعي دان وراه كان في منتهى المنطقية كان في مشكلة صغيرة بس وهي ان ظهور ذا بيست كان اسهل من اللازم حسيت اني تغفلت كده وتحرمت من لحظة احتراق بطيق اللي هي من بصمات مخرج الفيلم ام نايت شاملان وبتدي تقلق من ان مشكلة الفيلم الكبرى انه يبقى مش مثير زي ما انا كنت متوقع قدي ايه انا كنت ساذج لان اللي حصل بعد كده هو اكبر قدر من الفوضى المنظمة اللي شفتها في حياتي عربت قطار محملة بفضلات درامية بتتحرك على قدبان بسرعة ثابتة عشان توصل لوجهة مفيش اي حد في الدنيا عاوز يروحها شخصياتنا لازم يجتمعوا حتى لو دا ملوش اي داعي وكل واحد فيهم لازم يبقى له حد برا المصحة بيهتم بيه حتى لو واحد منهم ملوش اي مكان بنقضي وقت طويل بنستعرض الامكانيات الامنية للمصحة عشان بعد كده الاحداث كلها تتصعد من خلال فجوات اوسع من استغفر الله العظيم يا رب فجوات كان ممكن تجنبها بكنين موظفين زيادة بس وفجوات تخلينا نتأكد ان الامكانيات الامنية للمصحة تم استعرضها لهدف تاني خالص وده طبعا قلل جدا من فرص المشاهد في انه يحس بالمفاجأة او الصدمة او الاثارة يا جدعان دي اقل نسبة اثارة احس بيها في فيلم اثارة في حياتي المرة الوحيدة اللي حست فيها بشوي التوتر كان في مشاهد فلاشباك والمشاهد القليلة اللي ابطالنا بيواجهوا فيها خطر حقيقي التريلر خربتها انا عارف انهم هيبقوا تمام لاني شفتهم في مشاهد في التريلر لسه مجاتش في الفيلم ايه الغباء ده وكل ده لا يقارن بمدى سخاف التسلسل النهاية حاجة كده عاملة زي ما تكون التجربة الاولى في فيلم قصير معدوم الامكانيات لصانع افلام مش مفروض حد يسمح له انه يصنع اي حاجة تاني بعد كده منتهى الرخص ومنتهى التلزيق وغياب كامل لاي منطق كل قرار كل شخصية بتاخده بيطرح عدد مهول من التساؤلات هل دي المفروض تكون اولويته دلوقتي طب ازاي بقى الشخصيات سايبين ويعمل كده طب هو لما بيسمع كلامهم بيسمعوا ليه ايه التخريف ده لا من فضلك بقى انا عاوز اكلم المدير جلاس مش بس فيلم وحش ده يعتبر اهانة لأنبريكبل وسبلت بجد انا حاولت اشوف أنبريكبل بعد الفيلم ده وما قدرتش التجربة دي زعزعت ايماني في مفهوم حرية الابداع خلتني ابتدي اقتنع ان اي عقل مبدع محتاج حدود خبرة السوق عشان ينجح لان يبدو ان ايم نايت شاملان ما بيشتغلش عيدل غير لما بيبقى تحت سيطرة الستوديوهات وانه لما بيبقى لسه خارج من تجربة نجحة وفيه ايمان كبير بقدراته بيدينا جلاس فيلم مايتشافش غير عشان اول 20 دقيقة وعشان الاداء التمثيلي بتاع جيمز ماكافوي وساميول جاكسون حتى بروس ويلس ماخدش فرصة عشان يمثل وممكن يتشاف كمان عشان اسقطات الكوميك بوكس اللي ممكن تتشاف كنقطة مضيئة في الفيلم او سبب انهيار السلسلة كلها تقييمي لفيلم جلاس هو 3-18 حقيقي مفيش فيلم نرفزني بالشكل ده قبل كده مناقشة الحلقة مين هو صانع الافلام صاحب المستوى المتذبذب اللي مع ذلك لسه بتحبه ياريت تساهموا برأيكم في الكومنتز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تكليكم الحلقات اول باول وتابعونا على فيسبوك وتويتر وبي باي اشتركوا في القناة